لمزيد حول المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري بشأن العملية الشاملة لمجاهبهة الإرهاب في سيناء 2018 ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أهلا بك سيادة اللواء بداية أهلا بك سيادة اللواء أسبوعان من العمليات المتواصلة ضد الإرهاب في سيناء بشكل خاص وعلى الاتجاهات الاستراتيجية بشكل عام ما دللت الأرقام التي أعلنها المتحدث العسكري في مؤتمر اليوم من حيث خسائر الإرهابيين هو طبعا الوعد السبعين فرض إرهابي لما يموتوا ده عمل كبير مش عمل صوية لأنه في خلالي أن كل واحد من دول مثلا كم بيعمل عملها لوحده يخده فيها كم واحدة أو كم بيت أو كم عربية أو كلا دي كده وبالتالي ده عرقم كبير بالنسبة للإرهابيين وهمين كمان الحجم المشتبه فيهم الحجم المشتبه فيهم هما دول كنز المعلومات اللي أنت بتتحصلها عليه من مسك الإرهابيين لأن لو حتى نصهم طلع من تام الإرهاب فأنت خدتي حجم ضخم جدا من الإرهاب وهي طبعا قد بسلاحة بتفرج عن ملوش أي ضلع في موضوع الإرهاب خالص زي المجموعة الأفراجة تعانى بعد حيات الأولانية وبالتالي أن البيان حصر حجم الخسارة اللي تمت الإرهاب وحجم القوات اللي اشتغلت وبالتالي ببقى بمثابة تقرير نجاح عن الكوزئية عن الأربعاتاش الروم اللي فاتوا وبالأعمال اللي تمت فيها كلها بالكامل وطبعا ده أعمال مجيدة وعمال قتال عنيف مش بسيط استخدمت في القوات الجوية واستخدمت في المدفعية واستخدمت في كل وسائل الأسلحة بتاعت القوات المسلحة وإن شاء الله رب نتكلم عن جودهم بالنجاح إن شاء الله مع المرأبة أن في حاجة عملتها جديدة وإحكام الحصار حواليه إحكام السيطرة على منافذ المداخل للبلد ده أهم جداً لهادية اللي بتخلي الإرهاب يعيش أو يموت نعم بتأكيد سيادة الواء فالتالي ببقى الجوية والطهران حاجة عظيمة جداً أشكرك شكراً جزيلاً على الإضاحة سيادة الواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق شكراً جزيلاً لك